وخلينا نبتدي بالبلازما والبلازما يعني هو نوع من أنواع التبرع بالدم بيتم بفصل بعد كده فصل البلازما بيتم فيه مستشفيات معينة بيتم بفصل البلازما البلازما من المتعافين بيكون فيه أنتي بوديز يمكن استخدامها لعلاج الحالات الحرجة بعض الحالات الحرجة للمرضى مرضى الكورونا للأسف ابتدينا نفكر أن البلازما هو الحل وابتدينا يكون عندنا سوء سودة للبلازما وده موضوع حتى كنا بنكلم دكتور عود تاجد دي موضوع غريب جدا لأنه في النهاية فصيلة دم ده غير فصيلة دم ده البلازما من هذا المتعافي قد لا تصلح لهذا المريض يعني هي قصة معقدة جدا خلونا نتعرف أكتر على موضوع البلازما وكنا تكلمنا عليه لكن نتكلم عليه تاني خاصة مع وجود حملة على الفيسبوك للتبرع بالدم النهاردة سيدة وزيرة الصحة تبرعت بالدم بالفعل ولتشجيع الناس وعندنا بعد هذه الحملة 138 ألف متبرع بالدم ضمن هذه الحملة اللي كانت بين الفيسبوك وبين وزارة الصحة ده مش معناها ان ال138 دول بيتبرعوا بالبلازما أو انهم متعافين من الكورونا لا دول متبرعين عاديين بالدم في هذه المرحلة ونتمنى بقى ان احنا نشوف تبرع اكبر بالبلازما دكتور ايهاب سراج الدين مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة مساء الخير يا دكتور مساء النور اهلا بحضرتك اهلا بك نرجع تاني نسأل برضو على البلازما هل تحسن نقل تبرع الناس بالبلازما ضمن تبرعهم بالدم ولا لسه محتاجين توقية اكتر يا دكتور تمام هو طبعا هنقول ان كلمة السر كانت الجمعة اللي فاتت مش اللي هي من يومين الجمعة اللي اسبوع اللي قبليها لما نجدت معاني الوزيرة المتعافين للتبرع بالبلازما نظرا للنتاج المبشرة وفعلا الموضوع فرق كتير قوي في الفترة في الاسبوع اللي فات ده بدسب كبيرا كمان الموضوع تحسن كتير قوي لما اطلقنا خدمة الخط الساخن 15-3-66 دي ليه خدمات نقل الدم القومية سواء كان للتبرع بالدم او التبرع بالبلازما زيادة عليها طبعا حيك احنا بدأنا الفروع الاقليمية بدأت نبتديها تباعا نسحب فيها بلازما متعافين قدرنا نسحب بيوم الاربع اللي فات كان اول متبرع متعافي في اللقصر وان شاء الله الاسبوع دوت هنسمع عن محافظات جديدة هابتدى فيها صحب البلازما من المتعافين من المحافظات الاخرى كمان هتبقى المفاجأة في الموضوع مش بس الخمس محافظات اللي تم الاعلان عنهم لا ده هو كمان ان شاء الله في خطة خلال ايام قليلة قوي هنقع للتماما اسماء جميع الاقالين اللي هتقدر نسحب فيها بلازما متعافية طيب احنا بنشوف ناس على السوشيل ميديا هنشوف دلوقتي بعض الحاجات على السوشيل ميديا بيعني يتكلموا عن التبرع على البلازما ابتدى يبقى لها سوق احنا عايزين نفهم والناس تفهم هو لما بنروح المستشفى انتو الدكاترة مثلا بيقولوا لأهل المريض هتولنا متبرع ببلازما هتلينا كسين بلازما وتعالى علشان حالة المريض حرجة هتلينا مثلا بلازما طيب او ولا طيب اي بي ولا وتعالى لنا علشان نحن المريض قريبك بالبلازما تمام هو حياتك الحقيقة بتقولي ده هو التيبيكل اللي بيحصل بالزبط كانت حقيقة كنت معنا من ساعتين بالزبط احنا لسه في المركز يعني فالمركز قاملناه لقدام كان فيه برضو من ساعات قليلة حالة جايلنا التيبيكل زي ما حقيقة بتقولي بالزبط بس الفرق بس حاجة واحدة ان هو باعتها من غير فصيلة خالص هاتلي روح بقى هاتلي وحدتين بلازما عشان العينة في حالة صعبة جدا ولا قدر الله عشان نقدر ننقذ حياتها يمكن البلازما تنفع عليها روح بقى هاتلي كسين ولا حضرتك ملاشيت ولا اللي هو الفورم اللي بلغت عنه وظافة الصحة انه هو يتملي ولا هو حضرتك تمشي بالاجراءات العادية حتى ولا باعت عينة علشان نأكد من الفصيل اللي احنا عايزين نوضحه حاجة سيدة لميس ان الموضوع موضح سواء كان اماكن التبرق او الطرق اللي من خلال هنقدر نصرف البلازما اماكن التبرق محددة اول مرحلة الخمس مراكز الاقليمية التبعيد لخدمات نقل الدم القومية القاهرة المركز القومي نقل الدم في العجوزة وفيه اللقصر والمينيا وطنطا واسكندرية ابتدى اللقصر وتباعا خلال ايام وليلة هتلاقي باقيات الفروع كلها اشتغلت ان شاء الله طيب الموضوع التاني الخاص بعملية صرف البلازما عملية صرف البلازما ماشية وسط بروسيدور عملية محددة وما بتاخدش وقت يعني احنا كل اللي بنطلوبه المستشفى اللي بتحتاج بتبعت الفورم بنبعتها لها على الواتساب بتملى الفورم دي بتمديها وتختمها من المستشفى بتبعتها لها عن طريق الواتساب اللاجنة شبه منعقدة على مدار 24 ساعة وتاخد القرار لو الحالة تنطبق عليها شروط صرف البلازما بيتم التصديق الفوري لخدمات نعل الدم القومية لصرف البلازما صرف البلازما شغال 24 ساعة كل اللي بنحتاجه المستشفى تبعت مندوب من عندها بتفويد علشان يستلم البلازما علشان نضمن تماماً ان الحاجة بتروح لمستحقيها ليه حضرتك؟ لان حضرتك من اول ما بدأنا موضوع بلازما المتعافين البلازما مجاناً لكل الحالات لكل مرضى مصر بيتم صرف البلازما مجاناً وبنؤكد الكلام ده بس الحريك بتقوله ده التفاصيل كلها الحريك بتقولها دي يعني احنا شفنا حالات لمستشفيات كتيرة جداً بيقولك روح حتلي كيسين بلازما وتعالى يعني يعني وناس كتيرة بتطلب مننا ابو النبي توسطولنا في بنك الدم ده علشان يطلعو لنا بلازما اي تايب معين من الدم يعني الموضوع مش بالثلاسة اللي حضرتك بتحكيها الحقيقة يعني بالعكس يا فندم هي القصة بتيجي ازاي هو حقيقة لما يجي الدكتور يروح يقول يا جماعة روحوا جيبه كيسين بلازما ويكون عارف انه هو عنده شيط لازم يتملي بيملاه بخط اليد ما قلتولش ملاه كمبيوترايز ونضيه واختمه انت من عندك وانت واقف وما يرضاش ينضيه ويختمه يعني الحالة اللي لسه جاي من ساعتين الدكتور يقول له انا فقد يعمله شيط طب يا فندم هو ده اللي انا عايز اقوله الموضوع بروسيدور سهلة جدا ما قلناش ان هي دي حاجة تتسلم حتى هارد كابي احنا طلبين حد يملى شيط ويبعثوا عن طريق الواتساب واحنا بنصدق عن طريق الواتساب كل اللي بيحصل ان المندوب وهو جاي ييجي تفويد من المستشفى ده طبيعي افريد الحديدك اللي جاي ده مالوش علاقة بالحالة خالص وهو ياخدها وراح يديها العيان تاني لقدار نطمنها ازاي بالعكس الموضوع سهل جدا بس لو الناس التزبت بالاجراءات المحددة اللي هي ماشية ببروسيدور عن طريق تكنولوجيا كلها مش طريقة